قبر آخر متعلق به جهود حملات شرطة تموين في إطار جهود الجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد الغير مرخصة وفي إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنصيق مع مباحث التموين بمدريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة وده لضبط جرائم الغش التجاري أسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 118 قضية تموينية متنوعة منها ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها في الأسواق للمستهلكين تفاصيل أكتر هنشاهدها في هذا التقرير جهود تواصلها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تنصيقا مع مدريات الأمن لضبط السلع الفاسدة ومروجيها حيث نجحت في ضبط سلاسة أطنان لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية وضبط طنين و755 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص تابع لمطعم الإسكندرية واستطاعت ضبط 8200 عبوة وكرس خاصة بعلاج أمراض متنوعة مجهولة المصدر بصيدلية بالقاهرة ولضبط المتلعبين بالدعم تمكنت الإدارة من ضبط 600 و4100 لتر سولار وبنزين مدعم استولى عليها مسؤول محطة وقود بالمنفية ببيعها بالسوق السوداء ونجحت في ضبط 24000 لتر سولار جمعها مسؤول محطة وقود دون ترخيص بالقاهرة تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء اه